لَشَيْءَ يَعْدِلُ إِيمَانِي بِقُرْآنِي فَاللَّهُ أَحْيَى بِهِ الدُّنْيَا وَأَحْيَانِي فَاللَّهُ أَحْيَى بِهِ الدُّنْيَا وَأَحْيَانِي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إحدى الصفات المهمة في المؤمن والتي يجب أن ترافقه إلى آخر حياته بل يجب أن ترافقه أيضاً في عالم الآخرة الأمل برحمة الله هناك آيتان في القرآن الكريم نفاد الآية الأولى أن الفرق بين المحتدي وبين الضال هو الأمل برحمة الله والقنوط من رحمة الله الله تعالى يقول قال وَمَنْيَا وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ القنوط من رحمة الله علامة الضلال والأمل برحمة الله علامة الهدى الآية الثانية تبين فوق ذلك تبين أن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يأمل برحمة الله بينما الكافر لا يأمل برحمة الله الله تعالى يقول وَلَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون الروح يعني الرحمة الروح والرحمة بمعنى واحد أو بمعنى متقارب بعض العلماء يقولون إنما عبره بالروح لأن الفرد الذي يعيش المشكلة يشعر بحالة اختناق الأنفاس لا يتمكن أن يلتقطها ما يتمكن يتنفس يحتاج في هذه الحالة إلى نسيم شايفين الأفراد اللي فيهم تنغ ضيق التنفس أو ما أعلم إذا داخلين في الحمامات القديمة المختنقة أحياناً في الحمامات القديمة واحد يشعر أنه يختنق وإذا شوية تستمر هذه الحالة يمكن يسقط مغمى عليه فإذا فتح باب الحمام وجاء النسيم اللطيف هذا يشعر بالراحة ويشعر بأن روحه تعود إليه هذا النسيم اللطيف يقال له الروح وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ المؤمن لا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ في أي ضرف من الظروف لماذا؟ لماذا هذا الفرق بين المؤمن وبين الكافر؟ تققوا في هذه النقطة ولاحظوا هذه النقطة الكافر يعتمد على منطق العلم بينما المؤمن يعتمد على منطق الدين يكو تناقض بين منطق العلم ومنطق الدين هل منطق العلم ضد منطق الدين؟ لا منطق الدين فوق منطق العلم العلم يعتمد على مجموعة من المعادلات المادية مثل واحد مخلي في غرفة لا يرى ما وراء الجدران ولكن المؤمن روحه مرتبط بالله قلبه مرتبط بالله ولذلك في أي ضرف من الظروف في أي وضع من الأوضاع أمل بلطف الله وبروح الله لا ينقطر العلم يقول ماكو أمل المعادلات المادية تقول ماكو أمل ولكن منطق الدين يقول أكو أمل أكو هناك إذا تحفظون هذه المناجات المنظومة ولعل بعضكم حفظتموها مناجات منظومة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه موجودة في المفاتيح كلش مناجات حلوة أوله لك الحمد يا ذا المجد والجود والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلى أن الإمام صلوات الله عليه يقول إلهي هذا هواء مهم هذه القضية تعين مصير آخرتنا أيضا إلهي لئن عذبتني ألف حجة يعني إذا والعياذ بالله أخذونا وألقونا في جهنم وبقينا في جهنم ألف عام لا نعلم أنها من أعوام الدنيا أو من أعوام الآخرة إلهي لئن عذبتني ألف حجة ما هو موقف المؤمن فحبل رجائي منك لا يتقطع حتى في جهنم والعياذ بالله قلب مملوء بالأمل بالله وفي دعاء كوميل إن شاء الله يجب أن نقرأ دعاء كوميل في كل ليلة الجمعة دعاء كوميل مشحون بالمعارف يقول لأضجن إليك بين أهلها ضجيجا آملين حتى في جهنم لذلك واحد وفي الأحاديث أكو أحسن الظن بالله بالذات في لحظات الاحتضار واحد يجب أن يكون عنده حسن ظن بالله رجاء بالله أمل بالله يقولون إحدى الأشياء المهمة في لحظات الاحتضار أنه قلب المؤمن يكون مشحون وملئ بالأمل بالله هذا من أسباب النجاة في الآخرة على كل حال نحن في جميع الحالات نحن في هذه الدنيا عندنا مشكلات الله تعالى خلق الدنيا للمشكلات وكل واحد يعاني مشكلة من نوع معين أنتوا الآن جايين إلى الله سبحانه وتعالى جايين إلى أولياء الله جايين إلى كريمة أهل البيت جايين إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه عندما تدخلون الحرم تدخلون بأي ناحو أمل إذا الإمام الرضا صلوات الله عليه كان حيا أنتوا كيف كنتم تدخلون على الإمام الرضا بمنتهى الأمل ومنتهى الرجاء الإمام الرضا ما عنده حي وميت الشهداء ما عندهم ميت وحي الشهداء أحياء فكيف بسادات الشهداء أنقل لكم ثلاث قضايا إن تلاحظوا هذه القضايا القضية الأولى رجل وامرأة تزوجا ومضت عليهم سبعة أعوام أو ثمانية أعوام أولاد ما عندهم راجعوا الأطباء الأطباء على الجوهم طوال هذه الأعوام السبعة والنتيجة آخر كلمة الأطباء قالوا أمل ماكو الخلل هم في الرجل هم في المرأة الإشكال في الطرفين ولا اتعبوا الروحكم الطبيب يقول أمل ماكو هذا منطق العلم منطق الدين شي يقول يقول أكو أمان راجعوا واحد من علماء الدين فأعطاهم قند حديث الكساء قند خوة تدرون يعني شنو هاي المكعبات اللي قرأ عليها حديث الكساء وتربة سيد الشهداء والماء الذي يجري بقرب النهر أو شبه النهر الذي يجري قرب مرقد أبل فضل العباس صلوات الله عليه هذا الشيء الثالث وماء زمزم هاي الأربعة ما مضت إلا فترة قليلة هذه القضية في الكويت اتفقت وإذا بآثار الحامل تظهر على هذه الزوجة وتضع ثلاثة التوائم دفعة واحدة القضية الثانية من العراق وهي أعجب من القضية الأولى أحدثني أحد الأخوة أنه كان لهم صديق مرت عليه ثمانية وعشرين عام أولاد ما عنده ثمانية وعشرين عام يعني عمر وبعد هذه السنين الطويلة وإذا بالله سبحانه وتعالى يمون ويعطي لهذه المرأة أربعة توائم ذكور مرة واحدة إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون أطباء يقولون ماكو أمل في الوعد الطبي سياسيين يقولون ماكو أمل في الوعد السياسي الاقتصاديون يقولون هذا الشخص تدمر وانتهى وجلس على التراب لكن منطق الدين يقول أكو أمال القضية الثالثة أعجب من القضيتين الأوليين شايب رجال شايب عمره مئة عام تقريباً وزوجته عجوز عقيم عمرها حوالي تسعين عام أكو بعد أمل في الأولاد ممكن أبداً ماكو أمل هذا منطق العلم ولكن لاحظوا هذا المؤمن الذي قلبه منشد إلى الله سبحانه وتعالى إذ نادى ربه نداء خفية ليش خفي لعله والله أعلم لأن عب بعد واحد الآن شايب عمره مئة عام يقول يا الله يطيني أولاد عب قدام الناس ولكن أمام الله سبحانه كل شيء ممكن في زيارة إرادة إرادة واحدة تصنع كل شيء الله ليس مقيد بهذه المعادلات الطبيعية الله إرادته فوق المعادلات الطبيعية هذا النداء الخفي إذ نادى ربه نداء خفية أثمر ثمرة وإذا بعد مئة عام بعد تسعين عام مئة عام للرجل تسعين عام للمرأة الله أعطاه نبيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميع ولذلك أنتو وإحنا في أي ظرف من الظروف يجب أن لا نفقد الأمان عندما تدخلون الحرم أدخلوا بروحية من لا يخرج إلا وحاجته معا فهذه الروحية بهذه الروحية إن شاء الله حاجاتكم تكون مقضية أكو هناك نقطة ثانية هذه النقطة مهمة وهي تجعل الأمل في الإجابة أكبر وهذه النقطة أن الداعي ينبغي أن يوسع آفاقه في الدعاء أكو بعض الناس يعيشون ذاتهم فقط المحور هو الذات يقول منطقه الدار ثم الدار وأكو بعض بعض الناس يعيشون هموم الآخرين يقولون الجار ثم الجار هذه حالة الإيثار السيدة الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله علىها إلى الفاجر كانت تدعو لجيرانها وما كانت تدعو لنفسها المؤمن ما يخالف يدعو لحاجاته الحاجات تضغط علينا تأذين تلح علينا ولكن أيضا ينبغي أن نفكر في الآخرين الآن إخوانكم في شتى بقاع الأرض يعانون مشكلات يعانون آلام المؤمنون في العراق الآن يعانون وضع حرج للغاية بيوتهم تهدم أطفالهم يذبحون مشردون يحرقون يعني حقيقة المؤمنون في العراق الآن يعيشون أقسى أنواع المشاكل والمعاناة واحد يفكر في الآخرين يدعو للآخرين أنتوا إن شاء الله تقرون دعاء الندبة دعاء الندبة إن شاء الله تقروا في كل يوم جمعة يوم الجمعة ما يخالف واحد يرتاح شوية ولكن أيضا في يوم الجمعة أكو هناك برامج برامج مهمة ومن البرامج المهمة في كل يوم جمعة دعاء الندبة حتى أنتوا تقعدون ويا أولادكم بالبيت اقروا دعاء الندبة إهواي في بركات إهواي في خيرات هذا الدعاء فيه كنوز عجيبة تحتاج إلى اكتشاف إحدى الملاحظات إن شاء الله عندما تقرون دعاء الندبة إحنا نستغيث وسيدنا ومولانا الإمام الحج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه في هذا الدعاء لاحظوا آفاق الداعي أي أفق رفيع ينقلنا إليه دعاء الندبة ما تقول أيها الإمام الحج تعال من أجلي ما يخالف إحنا عندما نستغيث بالإمام الحج نقول لأجلي لكن شوفوا هنا أفق الداعي أين المعد لقطع دابر الظلم لاحظوا الأفق أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج أين أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن شوف الأفق أنت تفكر في تجديد الفرائض والسنن في ذلك الأفق الرفيع ليس في هذه المشكلة الصغيرة التي تعاني منها أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيم عالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان إلى آخره لاحظوا الفقرات كلها أو تسعين بالمئة منها الداعي بدعاء الندبة له هذا الأفق الرفيع والوسيع إن شاء الله إذا قرأت دعاء الندبة في يوم الجمعة اقروا الدعاء بهذه النظر نحن ينبغي علينا أن نشرك الآخرين في حياتنا في أموالنا في دعائنا على أقل تقدير عندما المؤمن يقبل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الروحية وبهذه النظرة دعاؤه حتى لنفسه يكون أقرب إلى الإجابة نعود إلى صدر حديثنا في كل الأحوال في كل الظروف حتى إذا الأطباء الكل قالوا أمل ماكو أنتو قلبكم ليكن مليئا بالأمل بالله والأمل بأولياء الله العم الشهيد رحمه الله أخذوه إلى الإعدام في العراق عندما أخذوه إعدام الليلة الأخيرة هل عندك وصية يأخذون وصية ثم يأتون ويلبسون السجين شيء حتى لا يشوف ثم صفارات الإنذار واحد اثنين ثلاثة إطلاق الرصاص أو سحب الكرسي والشنق هذا المسجون العم رحمه الله أخذوه الصفارة الأولى الصفارة الثانية الآن أنتو بين الصفارة الثانية والثالثة بعد أكو أمل أو ماكو أمل بعد أي أمل ماكو ولكن المؤمن يقول أكو أمل بين الصفارة الثانية والثالثة وإذا بجرس التلفون يدوق راحه شال التلفون ما يسمع الطرف ماذا يقول بس يسمع كلام هذا الطرف نعم لا مثلا يعني بعدنا ما أعدمنا أجل تأجيل نعم أغلق التلفون وجاءوا ورفعوا هذه الخوذة أو الكيس وقالوا أجل حكم الإعداء يعني حتى بين الصفارة الثانية والثالثة الأمل يجب أن يكون موجودا وأختم الكلام بهذه الرواية رواية كلش لطيفة وكلش معبرة تقول هذه الرواية إن آخر رجل يؤمر به إلى جهنم الملائكة الغلاظ الشداد يجون يأخذون المجرم حتى يودوا إلى جهنم يأخذوا الآن على مشارف جهنم وإذا بهذا العبد يلتفت خلفه التفات فيقول الله سبحانه عبدي لم التفات ليش نظرت إلى خلفك فيقول العبد يا رب ما كان هذا ظني بك ولا أملي فيك فيقول الله سبحانه وتعالى وماذا كان ظنك بي يقول يا رب ظني بك أن تكرمني وتدخلني الجنة فيقول الله تعالى ملائكتي إن هذا عبدي ما ظن بي في حياته خيرا ساعة قط ولو ظن بي في حياته خيرا ساعة قط ما روعته بناري أجيزوا كذبح وأدخلوه الجنة وفي دعاء كوميل أيضا إشارات إلى هذه المعاني أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجده وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقه وبشكرك مادحه وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققه وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك إن شاء الله في هذه السفرة أنتم ضيوف كرام على كريمة أهل البيت وضيوف كرام على الإمام الرضا صلوات الله عليه حاولوا أن تأخذوا منهم كل شيء وأول حاجة وأهم حاجة التعجيل في فرج ولينا ومولانا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرج وثاني حاجة حسن عاقبتنا جميعا وثالث حاجة أن الله تعالى يفرج عن المؤمنين في العراق وفي كل مكان ثم واحد يطلب بقية حاجاته الدنيوية والأخروية نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفيض العظيم في كل عام يأتي إلى مشهد حوالي ثلاثين مليون كما نقل لي بعض المطلعين وكثير منهم يعودون بأيدي مليئة وحاجات مقضية إن شاء الله أنتم تكونون أيضا من الذين يعودون بأيد مليئة وحاجات مقضية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر